السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير للجميع وأرحب في الجميع في المحاضرة هذه اللي أتمنى إن شاء الله بإذن الله أن تتريكم وتقدم لكم الكثير وتجاوب على الكثير من أسئلتكم في حياكم ربي طبعا في زملاء الآن معنا غير متحدثين باللغة العربية فيما بين لحظة و لحظة ممكن أقلب على الإنجلش ورجع العربي علشان تعمل الفايدة I would like to welcome you all for this workshop and I hope it's gonna be enjoyable it's gonna be useful for you and from time to time I'll be shifting between Arabic and English because we have a mixture audience like some speak Arabic some doesn't so I'll be like shifting from Arabic to English and I apologize for you guys because the presentation being written in Arabic I didn't take in like mind there will be non-Arabic speakers with us but it's okay I'll be doing it إن شاء الله in English فحياكم ربي للورشة هذا المساء أشكر لكم جميعا يعني حضوركم على إنشغالكم اليوم إن شاء الله بإذن الله راح نأخذكم الرحلة معنا إن شاء الله في عالم من الجمال بحث العلمي بلا شك راح نعرف بالبرامج البحثية اللي موجودة الآن وراح إن شاء الله بإذن الله كل عام تجدونها بإذن الله بإنتباركم البرامج البحثية هذا العام راح تكون إن شاء الله ثرية ويسفيد منها الجميل إذن الله إذن الله إذن الله إن شاء الله. ثم لنبدأ. أريد أن أتمنى أن هذا صوت جيد وأن كل شيء بخير. صوت كويس معنا الأخ حسين إن شاء الله بيكم في التكنيكال سupport صوت وابح أخوي حسين أوكي توقع إن شاء الله أن الصوت واضح وخلونا ننطلق من البداية من هنا من الجامعة إلى أفاق البحث العلمي جامعة الملك خالد ضمن رؤيتها الجديدة تطمح أن تكون ضمن أفضل 200 جامع عالمياً بحلول عام 2030 إن شاء الله فما يزال عندنا الوقت الكافي إن شاء الله إننا راح نصل بإذن الله إلى هذا الرقم إن شاء الله عز وجل حسين So the King College University vision is to be among the top 200 university worldwide and إن شاء الله by your attention by your efforts gonna be reached there إن شاء الله So this is our visions and this is what we hope to reach and of course you guys like understand where we flying now we are like catching up with technologies catching up with some new stuff and facing some problems as well that has to be solved through the research So الآن جامعة الملك خالد الرابعة محلياً وأيضاً عربياً رقم 24 وعالمياً ضمن النطاق 448 فلا يزال لدينا الكثير إن شاء الله اللي نحتاج نبدله وأملنا بالله سبحانه وتعالى ثم بكم عمادة البحث العلمي موجودة على مدار الأسبوع إن شاء الله لو عندكم سفسارات لو عندكم طلبات لو عندكم تحتاجون أي دعم فني نقدم الغالي والرخيص من أجل إن شاء الله أن نصل بكم وبجامعتكم إلى 200 جامعة إن شاء الله عالمياً طبعاً التصنيف اللي ذكرت قبل شوي تبع تصنيف ال-QS اللي هو إن الجامعة الرابعة محلياً وعربياً 24 وعالمياً ضمن الرينج 448 فدع القرارة محتجلة وعالمياً فورة الإبعالي وعالمياً وعالمياً ورفع المنزل محلسين كالبولة وحومياً 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 جزيلاً وعالمياً وعالمياً وحومياً وحومياً اما مكان وحومياً وحومياً فَ livre and reach the 200 range it might sound difficult but inshallah it's gonna be inshallah the top of the top inshallah with you guys the deanship the scientific research deanship is there supporting you helping you answering your questions and pushing you just to to help your university to reach that range among the two the top 200 uh university uh on the world فقط عطوني بس دقيقة يبدو فيها سفسارات ان شاء الله بإذن الله أرجع لسفساراتكم بحول الله في نهاية الساشن احتاج تقريبا نص ساعة أو كذا وبعدين نفتح ان شاء الله النقاش بحول الله okay um i know you guys you may have some questions um i'll i'll be leaving this uh session the questions and answers at the end so if you have a questions while i'm doing this you can uh i mean type in your questions in the chat and then after we finish we may come back and uh answer your questions okay just i'll stop for a second and i'll be back اسمحوا لي أخواتي فقط راح أتوقف دقيقتين بس أتأكد أن الصوت واصلكم وأن العرض واضح بالنسبة لكم أنا فقط الاتصال مع الزميل حسين فما أدري الصوت واضح والعرض واضح ولا لا شكرا لك I've got a message saying yeah everything is going all right uh okay and insha'allah let's let's uh continue uh then okay so that's our vision and we hope with you guys we can reach المباشرة بالموضوع على الـ 200 على الـ like the university worldwide. Okay, where we at, at the moment, I just want to say thank you guys for your efforts, for your research for every single moment you spend just to help us reaching this. قبل ما أقول أين نحن الآن نقول ألف شكر لكم الباحثين وباحثات الجامعة على كل ما قدمتموه بالذات خلال السنين الماضية أنا قاعد أشوف ما شاء الله العدات شغال للأعلى بشكل رائع جدا ألف شكر لكم جميعا على تفانيكم على كل لحظة قضيتها في المختبر بين أدراج المكتبة في بيتكم في أي مكان قاعدين تفكرون فقط من أجل إنتاج فكرة قد تخدم الإنسانية ألف شكر لكم جميعا أين نحن زي ما أنتم شايفين الآن أنا أتكلم عالميا ولا لما أتكلم عن النتاج الكلي لجامعة الملك خالد فبشركم أنه كثير جدا لكن أنا الآن أتكلم عالميا على اليسار هذا الويبوب ساينس كل الأبحاث اللي موجودة هنا أخواني أخواتي كلها موجودة يعني ضمن الرانك ISI لو تلاحظون هنا لو تشوفون مؤشر الماوس 2014 كنا 232 بحث ISI الآن 2018 ولسه باقي العدات شغال باقي تقريبا كم شهر إن شاء الله تنتهي السنة هذه على خير وصلنا بفضل الله 508 أبحاث هذه خذيتها قبل شوي وأنا متأكد لو أرجع إن شاء الله ممكن نحصل العدات زاد فشكرا لكم أما على سكوبس طبعا قاعدة البيانات سكوبس هذه يوجد فيها المجلات العالمية ISI غيرها لو تلاحظون 2015 كنا 319 والآن 2018 وصلنا إلى 642 فشكرا لكم هذه الأبحاث طبعا هي المقصد هي التي ترفع الجامعة عالميا ليش لأنها تظهر طبعا على مواقع البحث العالمي حسناً وصلناً وصلناً وشكرا لكم في كل جانبع ديه حسناً لكم في القناة 232. And by now, and we still have like coming publications 2018, we have 508 publications on the web of science, which is great. You can notice the increase. And in the coming years, insha'Allah, I'm expecting more and more and more. Also in Scopus database, we can see 2015 we only have 319. And by now, 2018, we still have like much, much more to say, which about 642 publications. And even 900, like 200, like 2090, we still have like papers coming and coming and coming. Thank you so much for you guys. that's because of the help of God. And that's because also the help of your efforts in your lab, in your offices, in everywhere. Thank you so much. So, even more, we have now 62 small research groups. We have 13 large research groups and every single group will produce at least for publications. Thank you guys for making this in real. Thank you for this. . 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 المجموعات راح تنتج لي أربع أبحاث في السنة عندي أيضا 13 مجموعة كبيرة المجموعات الكبيرة هذه كانت تنتج في السنة عشرين بحث ISI لكم أن تتخيلون خفضة الآن لكن 13 مجموعة كبيرة أقل مجموعة من هذه المجموعات راح تنتج لي أقل شيء عشر أبحاث طبعا هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعمكم أنتم أيها الباحثين والباحثات جامعة الملك خالد تضع عليكم آمال كثيرة علشان نصل إن شاء الله للمأمول فشكرا لكم هذا واقعنا وأتمنى إن شاء الله السنة القادمة زي الوقت هذا إن شاء الله بإذن الله أكون تغمرني الفرحة أني أنقلكم إن شاء الله الأخبار السعيدة وأتمنى إن شاء الله بإذن الله أن نلتقي بإذن الله إلى ذاك الوقت إن شاء الله على خير بإذن الله wifi here we have a three six programs get going and the end this lovely morning a lovely evening con書 would be talking about the general the general research program on the research groups and the non funding research prices for the those ones like for the prices that being provided by the jeanship and for higher education students and for the like the بمجمعات البحثية ستكون حلد أو سأتقل إلى البرنامج ستكون عندنا في عمادة البحث العلمي ما يقارب ستة برامج بحثية كلها طبعا مدعومة هذه الليلة الرائعة راح أتكلم معكم ان شاء الله عن البرنامج البحثي العام وبرنامج دعم المجموعات البحثية وأيضا راح أتكلم عن برنامج مكافآت البحث غير الممولة طيب الجواز التشجيعية الطلاب الدراسات العليا التأليف والترجمة إن شاء الله بإذن الله راح يكون لنا لقاء بإذن الله في الأيام القادمة راح نتكلم عنها إن شاء الله فخلوكم جاهزين بإذن الله خلونا ننطلق إلى جزئية مهمة جدا اللي طبعا تهم يعني تهتم بها الجامعة وأيضا الباحثين هنا مهمة لهم قواعد البيانات المعتمدة للنشر إذا أنت بتقدم على واحد من البرامج اللي عرضتهم قبله شوي وأنت مثلا في العلوم الأساسية أو تخصصك في الهندسة أو الحاسب الآلي أو تخصصك صحي لازم تنشر ISI يعني ضمن الفهرس الموسع لإقتباسات العلمية اللي يسمونها Science Citation Index Expanded طبعا هذي الانصر اسمها الآن Clarivate Analytics Something really important for you guys before you apply for the funded programs just make sure if you're going to publish you have to publish in these the first one if your majority is like basic science like physics, chemistry or mathematics or biology or something like this or if your major is engineering or like computer science or you're working within the health sciences then you have to publish in like ISI journals those journals indicated in the Science Citation Index Expanded and now it's being called Clarivate Analytics so just make sure just to publish in these ones because if you don't then we're going to have a big big problem الأخوان والأخوات اللي معنا هنا ينشرون باللغة العربية علشان تنشر باللغة العربية سواء اللي تخصاتهم علوم تربوية أو إدارية أو إنسانية لازم ينشرون في مجلات تبع قواعد البيانات التالية أول واحد اللي يسمونها DOIG اللي عبارة أو اختصار لـ Directory of Open Access Journals طبعاً هذه مجموعة من المجلات قاعدة بيانات فيها مجلات رح نشوفها إن شاء الله بعد شوي بالتطبيق أو إنك تنشر في أبيسكو الأبيسكو هذه طبعاً قاعدة بيانات ممكن نشفيها بالعربية أو إنك تنشر في مجلة تطلع على باحث جوجل سكولر طبعاً ودي أشير إن جوجل سكولر مو قاعدة بيانات لكنه يعني أداة بحث لكنه متخصص في الأغراب الأكاديمية ففي الأخوان والأخوات اللي معنا هنا تابعوا العلوم التربوية والإدارية والإنسانية وينشروا باللغة العربية لازم أنهم يكونوا ينشرون ضمن مجلات تقع في نطاق هذه في طواعد البيانات السياسة التي يظهر الأخوان �나 نزيد للإدارية والإدارية وعروف أو حلم أبسكو أو يمكنك أن تقيد بأن أحل الأخوان يظهر على بحث يبدأي غرق القضاء ممتازجة like education and management and humanities they can publish in the like the databases uh the scopus and doag and episcop so if you like uh education or management or humanities uh person then and would like to publish in english then you have to pick one of the journals that are being involved in these databases the scopus doag and episcop الاخوة والاخوات اللي تخصاتهم تربوية إدارية إنسانية ويحتاجون لهم ينشرون باللغة الإنجليزية ممكن ينشرون في scopus قاعدة بيانات scopus أو قاعدة بيانات doag أو قاعدة البيانات episcop okay now let's start the first program and i think uh you being guys familiar with this program because it's been running at least for three years uh we have some conditions and rules the first one the pi the principal investigator has to be a kku uh staff and the fund will support you until six six months only six months only and you have to publish two uh papers and the research group can be involved or can be consist of three uh like researchers one pi and maximum two uh co-pi you still have the chance to include like research assistants uh three three of them one from each degree like if i will give you an example one like with master degree another one with bachelor degree uh and the third one maybe uh a student that studying at kku hasn't finished the uh like the uh bsc uh خلونا نتكلم عن البرنامج المحبب للجميع اه اتوقع الجميع الان ما عنده اي مشكلة مع هالبرنامج لانه لثنا السنوات تقريبا شغال تقريبا هذا البرنامج البحثي العام عندي بعض الشروط والضوابط ليس كلها لاني راح اطلب منكم اه عزائي انكم ترجعون للدليل اللي موجود على موقع ماذا تلبحة العلمي راح وريكم ايا ان شاء الله اهم الشروط وليس كلها باقي الشروط موجودة بالدليل ان الباحث الرئيس لازم يكون من اعضايا التدريس وعلى رأس العمل مدة التمويل ستة اشهر فقط يعني لو مدت اه ما تأخذ عليها مكافأة التمويل فقط لستة اشهر طبعا هذه الفقرة دي جديدة عليكم انه لازم اي واحد بيدخل او بيقدم على البرنامج البحثي العام ويجي هنا العمادة ونشرف بلقائه او بلقائها لابد انه يوقع على عقد لازم ينشر ورقتين بحثيتين البرنامج البحثي العام السابقين كان ورقة بحثية واحدة لكن الان الجامعة عندها توجه انك لما تجي وتقدم على البرنامج هذا لازم في ناية ان شاء الله البرنامج لازم تنشر بحثين اوكي انت على كذا كذا انا وانت وزملاء جميعا لازم ينشروا بحثين في السنة اوكي فانت لك الخيار اذا حبت تنشره مجاني او تجينا ونشرف بلقائك في عمادة البحث العلمي وتاخذ فند وتاخذ يعني تمويل وتنشر البحثين اكيد نوعية البحوث الممولة اللي ندعمكم فيها قد تكون قد اقول قد قد تكون افضل من غير الممولة باعتبار بالذات بعض البحوث اللي تحتاج مثلا شغل مختبرات وكذا اما بعض البحوث ما شاء الله يمكن ما تحتاج ريال واحد ومع ذلك تنشر بأرقى المجلات العالمية فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء طبعا هذه الحبدة تركز على كثيرا if you're going to apply for this program just make sure we're gonna ask you to publish two papers two papers previously it was one and now the university asking the researchers to publish two papers because you have to publish two papers anyway because based on the new system the kku system every single person has to publish like two papers annually so it's good for you i think to come and say hello to the dean of scientific research right and then you have to apply and then we're gonna give you a fund if you prefer to publish two papers without a fund it's up to you for me i may encourage you to come and see us and get the fund and the research group consists of three researchers one pi and maximum two co-pi's and you would have the chance also to pick three research assistant one each degree like one with uh master degree the other one with bachelor the other with the third one maybe a university student hasn't been graduated yet طبعا هذا البرنامج اتوقع انه واضح بالنسبة لكم وإن شاء الله بإذن الله راح نفتح النقاش لما نخلص ايضا في البرنامج هذا والشيء اللي نحفز عليه هو محبب لنا احيانا في العمادة هنا انه ممكن انك تاخذ مستشار سواء من داخل المملكة او من خارجها من جامعة يعني قريبة منها جامعة دولية ممكن انك تستعين بمستشار اذا نزم البحث ذلك التمويل بالنسبة للتخصصات النظرية الحد الاقصى ثلاثين الف انا نقول حد الاقصى لانه ممكن بعض البحوث اوكي انا محتاج للبحث هذا النظري مثلا ثلاثين الف لكن المحكم يرى انه مثلا يحتاج عشرة لاف فنعطيك عشرة لاف بحث اخر مثلا في التخصصات النظرية لو الله يحتاج الثلاثين الف ويا دوبك تكفي فياخذ الماكسيوم اللي هو ياخذ الحد الاقصى اللي هو ثلاثين الف بالنسبة للتخصصات الصحية والعلوم الاساسية والتطبيقية خمسين الف ماكسيموم يعني الحد الاقصى طبعا خمسين الف ومو معنى انك لازم الا الا لازم تأخذ خمسين الف مو شرق المحكم قد يكون له وجهة نظر عمادة البحث العلمي قد يكون له وجهة نظر لانه انه طبعا مرتبطين بميزانية احيان تكون الميزانية كافية انه ندعم الى خمسين الف احيان تكون الميزانية يدوبك تكفي يمكن حتى عشرين الف كيف العمادة بعد ما توقع العقد تعطيك التمويل طبعا اذا جيتنا هنا العمادة وصبحنا عليك بالخير قهواناك شاهي ووقعت العقد على بركة الله على طول اول ما تطلع يمكن ما توصل سيارتك الا اربعين الف في حسابك طبعا هذه مبالغة في الحقيقة انه تأخذ لها تقريبا من التقديم الى ينزل لك المبلغ تقريبا يمكن ثلاثة سابيع اربعة سابيع تقريبا ممكن حتى اقل من ذلك حسب توفر الميزانية لما تنشر البحثين لما تنشر البحثين او على الاقل تحصل على خطاب بالنشر تقفل ماليا وفنيا وعن طريق البوابة البحث العلمي راح ان شاء الله نتكلم عنها بعد شوي وبعد كذا بعد ما تستوفي شروط الاغلاق راح نعطيك 60% المتبقية اخر شيء ودي اذكره لكم انه في عبارة شكر وفي ايضا رقم مشروع موجود عندك في العقد لازم تكتب عبارة الشكر موجودة في الدليل الاجرائي ورقم العقد راح تمنحه لك العمادة بحيث انك لو تحتاج تنشر او كذا لازم يكون الرقم هذا معك على طول بحيث ان تحصل على خطاب بالنشر او كنت تحصل على خطاب بالنشر او كنت تحصل على خطاب بالنشر بحيث انك بم تحصل على خطاب بالنشر ففي المكنة في حالة المنزلة education and the management I mean majors the maximum support with the maximum fund would be 30,000 real that's the maximum so it doesn't mean you should get the thought the 30,000 you may get less than this but I'm saying this is the maximum and for you guys who work with within the basic science or like engineering or like health sciences and stuff the maximum is 50 and again this doesn't mean you would have the 50 maybe you have less than 50 but this is the maximum and how how the the university gonna I mean fund your program or research proposal once you come and say hello at the deanship of scientific research and you you want to sign the contract once you sign the contract then we transfer 40 percent of the the contract fund directly to your account and after you publish or at least get like acceptance letter for publication and you finish the financial and technical reports then you come again to us and get your invoices and stuff and then we'll transfer the rest of 60 percent to your account something really important that I want to mention to you just give me a second at the 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 guidelines on the deanship website you will find a statement to write on the acknowledgement that statement really important for you without it you can't finish your project you have to write down the acknowledgement the statement of acknowledgments there and the second thing you will have a reference number for your research project just make sure to stick it in your paper because we have to ask you about this once you come to close down right I hope this clear the second program is the research groups البرنامج الثاني هو برنامج دعم المجموعات بحثية طبعا البرنامج هذا نعول عليه كثيرا وطبعا إدارة الجامعة تدعم هذا البرنامج بقوة لدرجة أن البرنامج هذا مفتوح على طول السنة أي وقت تقدر طبعا تقدم وأول ما تقدم نرفع بالمجموعات يجينا الفند على طول ندعمك فالبرنامج هذا على نوعين المجموعات البحثية الصغيرة وعندنا المجموعات البحثية الكبيرة هنا أستعرض لك أهم الشروط ولا باقي الشروط بتحصلونها إن شاء الله بالدليل موجود على موقع عمادة البحث العلم طبعا أهم شرط بالنسبة لي أن البحث الرئيسي لازم أن يكون كي كي يستف لازم أن يكون عضوها التدريس عندي هنا في الجامعة بحيث يعني الأمر فيه ماليات فيه قانونيات وفيه أشياء كثيرة فلازم البحث الرئيس لازم يكون من جامعة الملك خالد وعلى رأس العمل مدة التمويل تصل إلى 12 شهرا أوكي لو مدت ما يشمل التمديد التمويل إننا ندعمك أو نعطيك مثلا علاقة رواتبك إلى 12 شهر لو مدت ما نعطيك أكثر من كذا إذن مدة التمويل كل 10 شهر طيب كم عدد البحوث المنشورة المطلوب نشرها أربعة أبحاث على الأقل أربعة أبحاث على الأقل وكلهم فيما يخصه كيف؟ يعني اللي تخصتهم علمية تطبيقية حاسب آلي صحة علوم أساسية لازم أنهم ينشرون ISI البقية راح ينشرون حسب القواعد اللي ذكرناها في البداية إذن عندي أربعة أبحاث طبعا هذه يعني فرصة للجميع أنه على الأقل يكون عنده مجموعة بحثية صغيرة هذه كانت ستة أبحاث الآن صارت أربعة أبحاث فأدرك التحدي إن الـ ISI قد يكون صعب جدا بالذات في بعض التخصات لكن أربعة أبحاث إن شاء الله قد تكون في متناول ما أقول كل الباحثين لكن غالب الباحثين الفريق الباحثي لا يقل عن ثلاث باحثين في هذه المجموعة بما فيهم الباحث الرئيس يعني أقل للقليل ممكن يكون واحد باحث رئيس ومعه اثنين باحثين مشاركين فقط لا تقدر أيضا تاخد طاقم مساعد باحث طبعا ثلاثة بنفس الضروف أو بنفس الشروط السابقة ثلاثة واحد من كل درجة علمية أيضا الالتزام بالأكنولوجمنت ورقم المشروع لابد إنها تكون على البحث المنشور بدونها لو نشرت في مجلة رائعة جدا وما أشرت إلى الأكنولوجمنت ولا الرفرنس نمبر رقم المشروع حقك في الفيبر المنشور قد تقع في مأزك إن شاء الله بإذن الله الجميع أوير يعني ما عندهم أي مشكلة المشروع بإذن الله الجميع بإذن الله الجميع بإذن الله الجميع will fund you until like 12 months if you request extension we're not gonna pay you for the extension only maximum 12 months and we expect you to publish at least four four papers at least so if you publish four that's enough to close على الأقل وانا نتخدم أن تكون أكثر من أجل أحضرًا عمل أكثر صفاقًا وآلخ ومرحثًا على استعمال الوقت رسمك في الأساسي بكما جميع أطلاق وقوة مقومة على كل أدري كتر اومد مضمان والجمونات المشترين ويجب أن تكون محلظة على المقارن، ويجب أن تكون للمشاهدة في المقارن، ويجب أن تكون للمشاهدة الأقل من الأجل. نحن محلت بمعارض المقارنة. فإن المقارنة البعض، لتعديد الحيار في حيات المدرسة، ويجب أن تكون حقًاً في مدرسة من الملكمحل. التعامل المشاركة في القليل المجمعات البحذية الصغيرة الحد الأعلى للتمويل الحد الأقصى للتمويل مئة ألف وأثناء النشر لازم أنك تختار واحد من المجلات إذا أنت من التخصصات العلمية فلازم تختار أي مجلة ضمن الفهرس الموسع لإقتباسات العلمية اللي نقصد بScience Citation Index Expanded أو ISI الآن سمى Clarified Analytics بقية التخصصات مثلاً النظرية لازم تنشر في DOAG أو أي مجلة ضمن نطاق قاعدة البيانات السكوبس الآن نتكلم عن النوع الثاني من المجموعات البحثية اللي هو المجموعات البحثية الكبيرة طبعاً نفس الشرط يتكرر معنا أن الباحث الرئيس لازم يكون عضو أو عضو هيتدريس هنا في الجامعة لأس العمل ويكون نشر في آخر سنتين خمسة أبحاث ISI طبعاً هنا في عمادة البحث العلمي نتفهم التحدي ونتفهم وضع الباحثين بعض الباحثين ممكن يكون عنده أربع أبحاث ينقص عليه وحده إذا رأت العمادة أنا أقول إذا رأت العمادة ممكن أنه ينطبق عليه يعني ما عنده خمسة أبحاث لكن عنده أربع أبحاث ممكن إذا رأت العمادة أنه يقبل ممكن يقبل فلو كان عندك مثلاً أربع أبحاث قبل ما تقدم تعال للعمادة وإن شاء الله بإذن الله تكون الأمور بإذن الله فيما يسرك مدة التموين طبعاً 12 شهر لا تتجاوز 12 شهر لو طلب تمديد طبعاً ما رح يدخل فيه لمكافآت ولا تموين ولا شيء لأنه يعني العمادة تموي لك إلى 12 شهر 13 شهر تكون نشرت العشرة أبحاث طبعاً المجموعات البحثية الكبيرة كانت 20 وعندنا مجموعات بحثية كبيرة خلصوا العشرين لكن رأت الجامعة أنها تخفض على الباحثين نظراً للصعوبات والمشقة من 20 بحث إلى عشرة أبحاث تنشر كلهم في تخصصه حسب ما ذكرنا سابقاً المجموعة لا تقل عن أربعة باحثين واحد باحث رئيس وأربعة باحثين عثر ثلاثة باحثين مساعدين إذن واحد رئيس وثلاثة باحثين مشاركين على الأقل ممكن يكون أكثر من ذلك حسب حاجة المجموعة أيضاً الفريق البحثي له أن يستعين بمساعدي باحث عددهم ثلاثة وطبعاً لازم نطبق الشرط اللي هو يكونون واحد من كل مجموعة بحثية طبعاً عبارة الشكر لا تنسونها موجودة في الدليل نسخوها من هناك قبل ما ترسل المجلة وكتبها في خانة الأكناولوجمنت ولا تنسى أيضاً ترفق أو تضع الرقم المجموعة البحثية على الورقة المشورة ترسل الوذاب الثلاثة المشورة we are happy just to to help you if the deanship decided just to approve your application even you publish only four that's good news or happy news for you so it's up to the deanship to exclude one of these roles if the deanship wants to the 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 I mean the the what do you call it the funding will be going for 12 months maximum if you guys apply for extension so the deanship grant doesn't pay for the extension so only a maximum 12 months and within 12 months you have to publish 10 articles 10 articles you may say wow that's so much I know but this used to be 20 and amazingly we have like couple of previous research groups who already published a 20 and closed down their project and applying again now for 10 articles so the research team minimum would be for like one PI and three copy eyes and they still have the chance to pick three research assistance three like one each degree as you mentioned a last thing just remember not to forget the acknowledgement place you will find it go to the the website of the deanship you will find the acknowledgement statement there copy it and stick it in your publication or your manuscript before you submit it and again don't forget to include the reference number of your research group بالنسبة لمجموعة الكثيرة يا شباب يا بنات حبائيبن الباحثين الحد الاقصى للتمويل 200 الف الحد الاقصى 200 الف قد تحصل على 200 الف قد تحصل على 150 قد تحصل على 190 حسب ما يراه اللي يحكم او حسب ما ترى العماده أو أيضاً الميزانية ميزانية الجامعة تحكمنا. والنشر أيضاً لازم أنه يكون إذا تتبع العلوم العلمية تنشر في البهرس الموسع لكتباسات العلمية إذا بقيت التخصصات تنشر في قاعدة البيانات DOAG أو SCOPUS. We are still talking about the large research group and the maximum fund would be 200,000 ساودي ريال. that's the maximum so we may get the full fund you may get a bit less so it depends on the university budget depends on like the people here looking after your proposal. For the publication just make sure if you come from like science or like the basic science health or like engineering or computer science make sure just to publish in the science citation index expanded database or ISI or let's say analytical collaborate analytics and if you come from faculties like humanities education or sharia or let's say management you have to publish in DOAG or J or SCOPUS. and something I should mention the deanship of scientific research has the right to choose which database she wants you to publish in. في معلومة موجودة على اليمين بالأحمر أنه عمادة البحث العلمي لها الحق في اختيار قاعدة البيانات التي تقع عليها مصلحة الجامعة. لو مثلا في لحظة من لحظات سنة من السنوات مثلا DOAG لم يعد النشر فيه مثلا وجدي مثلا للجامعة فقط تقصر النشر في سكوبس فقط فعمادة البحث العلمي طبعا أيضا لها حق تحديد قواعد النشر عند توقيع العقد فتكون الأمور إن شاء الله واضحة بالنسبة للجميع. بالنسبة للمجموعات جيت اليوم ووقعت عقدك معنا وألف مبروك ونتمنى لك إن شاء الله بحث إن شاء الله ميسر يا رب كيف بنحولك المبالا؟ الدفعة الأولى 40% على طول في حسابك عند توقيع العقد الدفعة الثانية بعد ما تنشر نصف العدد إذا أنت مجموعة كبيرة نصف العدد بحثين لما تنشرهم أو على الأقل تحصل على قبول بالنشر وتقدم تقرير الفني والمالي لل40% اللي أنت أخذتهم مضبوط تجينا ونعطيك 30% الـ 30% الأخيرة الدفعة الأخيرة لما تستكمل كل البحوث وتقدم التقرير الفني والمالي يصرف لك باقي المبلغ في الأقل تقرير الفني والمالي للجربة فالآن مجتمعي بقرامي لما يجب في مرتبط وقفل ويجب سعيدنا ستجاريك ونحنك عن السابق ثموينه دى نرغطر ترى من الله ثم تجاه دائمنا بقرامي وكم دائمنا هدو نرغطر ترى مرتبط and start over البرنامج الثالث اللي راح أتكلم عنه هذا المساء الجميل اللي هو برنامج مكافآت البحوث غير الممولة تقديرا من جامعة الملك خالد وأيضا من عمادة البحث العلمي على الجهود الجبارة اللي يبذلونها باحثات وباحثي الجامعة بعض الباحثين ينشر على الحساظ الخاص أو قد لا يكون بحثة يعني يعني يحتاج تمويل أو لم يحالف الحظ مثلا في البرنامج العام أو برنامج المجموعات البحفية في روحي ينشر لما ينشر أنت نشرت في أحد المجلات اللي تقع ضمن النطاق اللي بنمر عليها الآن راح تعطيك عمادة البحث العلمي على كل بحث كان في جامعة الملك خالد العنوانك الأول راح تعطيك ثلاثة ألاف ريال على كل بحث نشرته باسم جامعة الملك خالد شريطة أن يكون منشور ليس مقبول للنشر منشور نهائي وجامعة الملك خالد هي الفرست أفلييشن هو العنوان الأول للباحث هنا طبعاً لا أخفيكم الآن تقريباً انطلقت دفعتين من هذا المشروع واستقبلنا وقابلنا أبحاث من كل المجلات بعض المجلات بعضها ضمن سكوبس بعضها ضمن إبيسكو بعضها أصلاً ما تطلع أولاين يعني بعض الباحثين طبعاً هي على حسب التخصصات بعض الباحثين وبعض المجلات ينشرون فيها الباحثين حتى موقع أكتروني ما لها موقع أكتروني طبعاً سبب أنها حرج كثير هنا في عمادة البحث العلمي لكن نستطيع أن نتجاوز بعض الشيء أما بداية من 2019 إذا أنت من التخصصات العلمية لازم تنشر ISI إذا أنت من بقية التخصصات لازم تنشر إما ISI فارس اقتباسات العلم الاجتماعية أو DOAG أو سكوبس أو أبيسكو غير كذا قد لا تكون مؤهل أنك تقدم على هذا المشروع ونحن نتعلم الآن نتعلم part of the last funded program which is called the Non Funded Research Prizes so here at the deanship we appreciate your efforts like publishing under the name of King Khalid University and we make it happening that we support these guys who publish without asking for fund prices here so if you publish under the name of King Khaled University like King Khaled University is is your first affiliation and the paper already published and then come to see us say hello we'll get that paper documented and you will get three thousand real for each article you published which sound great so we accepted almost everything even some of the researchers they published in journals where the journal doesn't have even a website we accepted that but started from 2019 you have to publish one of the databases mentioned here if you're coming from basic science health sciences engineering and computer science you your publication to be like a fund not funded to get the price you have to to get the price you have to publish in ISI for the rest of your guys like people from the faculty of education or management or humanities or these faculties or sharia they have to publish in one of these either ISI for the social science citation index or DOAG or Scopus or BISCO this going to be applied from next year inshallah okay this was the last program that we up to to talk about and just to keep going as I said for each publication you would get three thousand real under the conditions and the the full list of the conditions is based on the website of the deanship something that every single researcher eager to publish publish in science or nature yeah Allah I hope inshallah next inshallah year one next month inshallah one of you guys just could uh pop up in my to my computer I mean to my office saying okay now I publish in nature or publishing science yeah Allah what's an amazing surprise gonna be uh every single researcher is hating to publish in these journals inshallah it's gonna be easier one day for all of you inshallah to be able to publish in this high high index journal so once you publish in one of these then you will get fifty thousand real straight away for every single article uh 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 الساينس والنيتشر هذه حلم كل باحث على وجه الكرة العرضية سواء من تخصات علمية أو أدبية أو غيرها طبعاً لو نشرت بحث واحد في النيتشر أو في الساينس أبد تعال ابتسم وخذ لك خمسين ألف ريال وانبسط فيهم يعني وكثر خيرك الله يعطيك العافية أنك رفعت روسنا جميعاً في جامعة الملك خالد اللي ذكرته أنا فقط أنا مختار بعض الشروط اللي حبيت يعني أسوي لها يعني تضخيم أو هايلايت وباقي الشروط تجدونها في الدليل اللي موجودة الله يعطيكم العافية على موقع العمادة So what's said here just to make sure to go back to the full guideline on the website of Deanship So here I mentioned with the pieces of the like rules and conditions I didn't mention everything just I mentioned something that I'm interested in and I know you guys interested in but you have to fulfill all the rules just go back please or to the website of the Deanship and you'll find the English and the Arabic guidelines on the website. Just take a note of this. Now نبغى الآن ندخل نقدم الآن نفترض خلاص نطلق البرنامج وبعد المحاضرة مثلاً خلونا نقول أن نطلق البرنامج الآن وبعد هذه المحاضرة هذا المساء أبغى كل واحد منكم يطلع للبيت ويروح البوابة للبحث العلمي ويقدم طبعاً التقديم سهل جداً فيها استمارة تعبيها كملف Word ونفسها موجودة على الموقع طبعاً تنسخ وتلصف على النسخة الإلكترونية من ملب Word هذا اللي أنت سويته. طبعاً الكلام هذا ينطبق على مشروعين البرنامج العام وأيضاً المكافآت أو برنامج المكافآت البحوث غير الممؤولة. البرنامج الآن الأمر الأولياء التي ترجمها الأفضل حتى الآن. ثم تبدأ هذا العمل يجب أن يذهب إلى أمام وبدأ لكي تعمل هذا. كيف يجب أن يفعل هذا؟ لدينا شيء يسمى البرنامج التقديم على الشخصي المسائل على مرحباً الدينشبية. تذهب إلى هنا وأيضاً تجد المرحب التقديم. ونأتك أنكم محابين جانبين. هذا موقع عمادة البحث العلمي. لو تلاحظ عندي هنا الخدمات لو تبغى تعرف قائمة أحدث قائمة مجلات ISI بتحصلها هنا لبحاث غير الممولة وكيف تسجل عليها والدلة الإجرائية موجودة هنا المجموعات البحثية وكيف تقدم عليها والاستمارات موجودة أيضا برنامج البحث العام أيضا أيضا موجود عندي هنا على اليسار لو تشوفون الماوس بوابة البحث العلمي هنا تدخل ويتم التسجيل للبرامج الاثنين اللي هو برنامج البحث العام وغير الممولة مكافآة البحث غير الممولة يتم عن طريق بوابة البحث العلمي أما المجموعات فقد خصص لها رابط خاص راح أعرضها لكم إن شاء الله So this is the Arabic version of the deanship website So just make sure you go and get the English version and that English version you will have the list of the ISI journals you will have the three programs pathways if you're interested in the general research program just click it if you're interested in the research groups just click the link and go and apply and how to apply at the far left here the down there there is a link it's mentioned in Arabic but you will find the English version there so the research gates where you have to apply only if you're interested in the general research program or the non-funded research prize you can apply through the research gates how about the research groups we have a link specified for the research group I will show you in a minute إن شاء الله طبعا هنا أنا دخلت من عمادة البحث العلمي على البرنامج البحث العام لو تلاحظون عندي الدليل الإجرائي اللي أنصحكم من هذه الليلة أنكم تروحون لأن صار فيه تعديل الشباب والشابات الباحثين والباحثات اللي قدموا عليه من قبل ترى الدليل الإجرائي صار عليه تحديثات أرجو أنك ما تعتمد عليه بعدين تقع فيه مأزق النموذج الطلب المشروع موجود توقيعات المشاركين على المشروع الفريق البحثي موجود إجراءات الأغلاق موجودة رفع التقارير موجودة كل اللي تحتاجه في البرنامج البحث العام موجود So this is the Arabic version again where you can find the general research project we will find the guideline you will find the applications important to apply for this kind of program you will find a guideline how to close your project and how to upload the technical and financial report just make sure to go to the English version and you will find all these ready for you likewise here the research groups just pop up to the website and choose just to browse the website in English so you will find all the guidelines and the application forms requested for applying for a fund for your research group أيضا هنا المجموعات البحثية كل ما تريدونها موجود هنا على موقع العمادة من دليل إجراء إلى نماذج طبعا المجموعات البحثية لها ثلاث نماذج زي ما أنتم شاهدين وطبعا المجموعات البحثية ما ندخل على بوابة البحث العلمي لكن التسجيل أو الاشتراك بالبرنامج هذا طبعا عن طريق رابط راح نعرضها لكم طبعا هنا صورة أنا يعني ما أخذها من الموقع عندي طبعا هذا الابليكيشن اللي راح أتعبيه فقط اخترت جزء من الصفحة الأولى موجود عندكم على الموقع العمادة اطلعوا عليه ولو في تعبيته أي مشكلة صدورنا كلها راحبة لأي سؤال ممكن تسألونه day and night this is a screenshot for the application that you have to fill and it's been in Arabic and English so you won't have any problem so while you're filling this application if you have any doubt or if you have any inquiries just make sure to contact us or to come and see us this is the research gate it's in Arabic and English for you guys you can browse these research gates in English and this to apply for the general research program second for the non funded research prices so those two programs you can you can apply here but for the research groups there will be a separate link for them so just make sure to get yourself familiar familiar with the the research gate طبعا هنا موقع بوابة البحث العلمي تدخل بالاسم المستخدم كلمة المرور وراح تلاحظ الخدمات كلها متاحة لك تبغى تسجل تبغى تتابع حالة الطلب تبغى ترفع تقرير تبغى تغلق مشروعك كلها عن طريق بوابة البحث العلمي طبعا هنا اللي راح تقابلك طبعا هنا الابليكيشن او الاستمارة اللي راح تقبيها كلها معلومات انا ما راح امر عليها خانة خانة لكن بستعرضها الان سريعا ولو اثناء تعبيتي عندك مشكلة احفظ واطلع واتصل فينا قبل ما تروح للصفحة اللي بعد كده طبعا راح يمر عليك البيانات الاساسية وبعدين عناصر البحث بعدين تحميل الملفات والميزانية العامة والخطة الزمنية للبحث كل هذه راح تجدها امامك وتعبيها خطوة خطوة طبعا الملف الورد او الابليكيشن اللي مرت صورتها علينا قبل شوي يحتوي على كامل هذه المعلومات يعني كل اللي تسويه نسخ لسق طيب ليش ما نستغني عن ملف الورد؟ احيانا نحتاجوا لاغراب الاحصاء لاغراب التطوير والجودة عندنا هنا في العمادة او احيانا لو ضرب عنا الموقع على الاقل عندنا نسخة كاملة لانترسلت This is the electronic application that you guys have to fill in. I'm not gonna go through each single field but it's been in English too but this is the version Arabic so while you're filling the application if you have any doubt or something just save and look out and give us a call so we can help you. لن أذهب إلى كل شيء، فقط سأخذ هذا لأنني أريد أن تكون معرفة جميعاً هناك أين تضعوا الملخص البحث بالعربي والإنجليزي هنا تضع الملخص البحث بالعربي والإنجليزي وتضع الكلمات المفتاحية والمصطلحات بالعربي والإنجليزي هنا تضع كامل الى الاستمارة التي عبتها ملف الوارد هناك أين تضعوا ملخص البحث بالعربي والإنجليزي التي ستكون لديها في هذه الملخص البحث طبعاً هذا تبع الميزانية هذا تبع الميزانية، كيف ستحصل على الملخص البحث على الملخص البحث بالعربي والإنجليزي طبعاً هنا تضع كل المستهلكات والحاجات اللي راح تصرف عليها خلال هذا البحث آخر شيء هنا على اليمين طبعاً لازم من أجل تحكيم البحث نطلب منك أنك تدخل خمسة أسماء محكمين ممكن يحكمهم بحثك وفي نفس التخصص وبعدين على اليسار نبغى نشوف خطة عملك بالشهر الأول ايش بتسوي ومن اللي بنفذ الشهر الثاني ايش بتسوي ومن اللي بنفذ هذه المهام وبكذا لما تضغط إنهاء وبكذا يصلنا مشروعك على البوابة ونتمنى إن شاء الله للجميع إن شاء الله القبول هذه المناسبة هنا the one in the right we would ask you to I mean upload five names for regrees so where they can review your abstract and the one in the left so it says the timeline for doing your project like what you're gonna do what you're gonna do for the first month and who is going to do that portion of work and such and such once you save and say submit then we received your whole application and good luck you guys all this is for the research groups so there will be a separate link so it's ready here once you're ready to want to submit then you come here and we're gonna send you a text message including this link so you can guys sign in and fill in the electronic application and so on هنا رابط التقديم على المجموعات البحثية رح يرسلكم إن شاء الله لاحقا في رسالة نصية أي واحد يبغى يقدم على المجموعات البحثية طبعا بيكون من هنا راح أخذ تقريبا عشر دقائق سريعة جدا إن شاء الله علشان ننتهي ويعني نسمع الأسئلة ونستعرضها واحد وراء ثاني الدخول على قواعد النشر هذا يقول كيف تتحركوا البيانات البحثية مثل سكوبس ISI أو ما نسمعه كلابات أو 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 لما ندخل هناك نبحث مثلا عن تخصصي أنا فقه مثلا أبحث عن الفقه وشوف المجلة العنوين اللي موجودة أدخل على العنوان وشوف المجلة هذه إيش اسمها خلاص كذا عرفت المجلة وبذلك أعرف أن تناسب البحث اللي أنا قاعد أسويه ممكن أرسلها ويرسل لهم الأبستراكت ويا رب إن شاء الله يكون مقبول هذا الهدف من هذا طبعا الجميع أتوقع أنهم خلاص عارفين إن شاء الله هذه لكن قد يكون دي أو آي جي والأبستكو ممكن جديد عليكم أما الآي ساوي سكوبس أتوقع الجميع يعرفها In within two minutes I'll be showing you how to search on the for example دي أو آي جي أو سكوبس أو أبستكو You guys don't have any problem So I'll be focusing a little bit on the people publishing in Arabic because they sometimes struggle in finding journals that accept publication in Arabic So I'm not gonna talk much in English because this bit more or less focus on people publishing in Arabic You guys know how to get in Clarivate Analytics database or Scopus or Episco or even this so it's easy for you guys but may be difficult for others Okay هنا الله أعطيكم العافية أن ندخل على موقع عمادة شؤون المكتبات من هنا بعدين أول ما ندخل نختار المكتب السعودية الـ Digital المكتب السعودية الرقمية وبعدين أنا إيش أبغى الحين أبغى أروح لقاعدة البيانات مثلا أبيسكو مثلا أو دوائي جي أوكي الأبيسكو فيها نسختين منها في نسخة عربية ونسخة إنجليزية أنت بتنشر عربي روح هنا طبعا حسب تخصصك أنت ليس بالخيار لكن حسب تخصصك لو تبغى الأبيسكو العربية تروح قواعد البيانات العربية تضغط عليها من هنا وبعدين تحصلها أول واحدة تطلع لك لما تضغط تدخل على الأبيسكو بهذا الشكل طبعا موقعها إنجليزي أو ذاك يعني تهتم شوي أنك تضغط هنا Choose Databases طبعا إذا أنت مثلا في القانون اختر قواعد البيانات في القانون إذا أنت في الفقه إذا فيه Islamic Studies اختارها إذا أنت مثلا في الـ Management اختر قواعد البيانات Management لكن لو تسألوني أنا إيش أسوي أنا أختار كامل قواعد البيانات اللي موجودة على أبيسكو وأبحث فيها كلها بعض البحوث ممكن يكون تبع كلية الشريعة لكنه يصنق في نطاق هذه القاعدة البيانات في مثلا العلوم القانونية لما تروح تبحث عنه في مكانة يمكن ما تحصله لذلك أضغط هنا أضغط هنا على Choose Databases مضبوط وهذه اخترها كلها كيف تخترها كلها؟ أما تقعد تضغط عليها واحد وراء الثاني مضبوط أو أضغط هنا والموطع راح يختار كل قواعد البيانات هذه يعني مثلا شوف عندي هنا إذا تشوفون مؤشر الماوس Arab Words Research Source تقريبا كل الأبحاث في قاعدة البيانات هذه كلها تقريبا عربية لكن قد يكون في عربي أو قواعد عربية أو مجلات عربية في التخصصات الثانية فأنا أضغط هذا الزر من هنا يختارها كلها بعدين أضغط أنا قاعدت أشتغل بس شوي كده على الإبسكو قاعد أكتب الإشراف التربوي يعني أنا أتخصصي إشراف تربوي وبيشوف الله أعطيكم العافية هل مجلة إبسكو فيها مجلات تقبل بالعربي واللي لاحظته طبعا كان رائع جدا لو تلاحظون أنا سويت الإشراف التربوي سويت بحث في كل القواعد اللي أنا اخترت قبل شوي وطلع لمجموعة من العناوين أنا فقط أحتاج Academic Journals اللي هو فقط أحتاج المجلات لأنه ممكن يجيب لك كتاب ممكن يجيب لك رابط خبر مجلة ممكن يجيب لك أي شي لما أختار Academic Journals المجلات الأكاديمية يجيب لي مقالات مثلا لاحظوا أول واحد هنا تصور مقترح لدور الإشراف التربوي المتنوع في تطوير أداء المعلم في ضوء خبرات بعض الدول يا الله لاحظوا هنا في عنوان عربي إيش اسم المجلة Journal of Education أي جامعة جامعة صهاج الآن أنا لأول مرة أعرف أني ممكن أنشر في مجلة تكتب عربي وفي نطاق الأبيسكو لأنه متخصص فخلاصا عرفت الآن نفترض أن هذا العنوان عندي بحث قريب منه أو ينطبق عليها شروط هذه المجلة أو ممكن تقبله فاروح للموقع حق Journal of Education بجامعة صهاج واروح للمجلة وبدأ أرسلهم وبكذا عرفت في مجلة في الأبيسكو ممكن تقبل مني في مجال الإشراف التربوي تقبل مني الكتاب العربية فلما تنشر هنا على طول بحثك يا صلاف ما نتعبك يا أخي بحثك ما حصلناه يا أختي البحث هذا وين ناشرته وكذا أبدا طبعا هنا على أقصى اليسار تحت لو أنت بغى تبحث بالعنوان تبي تبحث باللانجوج طبعا اللانجوج هذا آخر واحد مهم اختار عربي لأنه ممكن يجيب لك أردو ممكن يجيب لك اللغات الثانية القريبة من العربية لأن هذه قد تقبل العربي وغيره فانتو ادخل هنا على اللانجوج هنا اللانجوج اختار العربي وكل اللي بيجيك طبعا بيكون عربي تبغى يعني تخصص بحثك في شهر معين في سنة معينة في لغة معينة تبغى تضيف كلمات مفتاحية معينة عن طريق و أو استخدام أو أو بدون كل هذه تستطيع أن تفعلها هنا وتحصل على بحث دقيق جدا في المجلات لو أنت من نوع اللي بينشر بالعربي طبعا ما هذا تصوير الشاشة this is just a piece of like long, long list of the journals included in the Abisko so if you're interested in Abisko based on your major or faculty so you can come and pick your journal from here ok Abra Al-An if you are interested in the database DOAG then you click in the English or the foreign or let's say foreign databases or English databases and you will find the DOAG لو أنا أبغى أنشر في DOAG طبعا ما هي موجودة على قواعد المعلومات العربية موجودة على قواعد المعلومات الأجنبية أضغط عليها وتشوفونها موجودة عندي موجودة أضغط عليها وأدخل على المجلات اللي تنشر داخل أسوي بحر جرب بالعربي طلع معك كويس ما طلع معك أكيد أنها ما تنشر بالعربي تنشر باللغة الإنجليزية هذه DOAG أنا بس قلت خلني بس أجرب وبحث بعد ما دخلت على DOAG ضغط هنا search اللي وبحث وبعدين دخلت الكلمة قانون إلا والله يطلع لي بحوث في القانون كلها بالعربي تمام؟ خلونا نقرأ أول واحد ترقية رجل الشرطة في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي المرقم بالعدد 18 لسنة 2011 المعدل طيب أنا عندي موضوع قريب من هذا وأبغى المجلة شوفوا المجلة هنا بغض النظر وين ما تكون المجلة هذه Journal of University of Babylon طبعا هذه المجلة مثلا براسل هذه المجلة وورسلهم بحثي وعرفت الآن في مجلة تقبل بالعربي وضمن نطاق الـ دواج here guys I was talking to the Arabic speakers saying if they interested in finding journals that accept Arabic publication they have to do research in Arabic and they will find some Likewise you guys if you're interested in d or a j then you you search here the keywords and then you will find the relative titles you will under any title you will find the journal that maybe interests you so by doing this you will know the the journal that's suitable for you kind of research طبعا تبغى البحث يكون أدق أكثر لاحظوا هنا أنه ممكن أختار اللغات أبي عربي بس أبغى إنجليش بس أبغى فرنسي أو أندونيسي بس أيضا إذا تبغون مثلا بالـ subject اللي هو الموضوع تقدرون تبحثون على قاعدة البيانات هالي أتوقع الليلة فتحت لكم آثار إن في مجلات تنشر بالعربي وأيضا في قاعدة بيانات عالمية وهذا ما تريد الجامعة Scopus وما أدراك ما Scopus طبعا هذه تخفت من الجمع Scopus فيها قواعد بيانات ومجلات مجلات بعضها ISI بعضها غير ISI لكن Scopus قاعدة بيانات جيدة تجي في المرتبة الأولى ISI Here if you want to go and find Scopus database then you click on the foreign databases or English databases and you search using the letter S and you will find it there اضغط على القواعد من العلمات الأجنبية ولاحظ عندي هنا Scopus ادخل على Scopus وشوف ابحث عن العنوين اللي أنت محتاجها لما تدخل على العنوان راح تلاحظ انه تحت كل عنوان في مجلة هذه المجلة قد تناسب بحذك حسناً So you go through the Scopus and you search your keywords and you will find the titles that may be relevant to your research and you will find the journal that may accept your research هذا الصورة من موقع Scopus ولو تلاحظون هذا شكله وتلاحظون جامعة الملك خالد ما شاء الله في تقدم عبر السنين اللي واضح هنا من هنا في اليسار من 2015 إلى 2019 ممكن يطلع عندك الآن تقريبا عندنا 3920 بحث على Scopus من تأسسة الجامعة وطلعة الجامعة If you want to go to ISI or like the Clarivate Analytics you can just type W letter from here and you will find the first one click in there and navigate and find wherever you want لو تبون تنشرون في قاردة البيانات ISI وتشوف المجلات اللي تحتاجها طبعا تروح هنا وتبحث على الكيوورد وتشوف العنوين وتشوف المجلات اللي ممكن تقبل بحثك وودي أذكر أن الدكتورة زهبة وكيلة العمادة قدمت دورة ممكن يكون رابطة على التعلم الالكتروني اليوتيوب حق عمادة التعلم الالكتروني قد تجدون المحاضرة تشرح فيها كيف تستخدمون كل هذه قواعد البيانات بالتفصيل الرائع هذا موقع البيانات هذا موقع البيانات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أم اشتركوا في القناة دعوني قوكي هذا موقع المجلات اشتركوا في القناة أطراف إخبره دعوني س وقلة هفتحدى اشتركوا في granted حسناً طيب خليني أقرأ و أعجاب سواء بالعربي والبالبين بيئجيزي How to join these groups as I said there is a link we are up to to send it through SMS system so it's gonna reach you and you click on the link and you can apply for the research groups وماذا عن التخصصات النظرية طبعا أنا ما أدري إش كان سؤال الدكتورة غادة الأخت غادة وماذا عن التخصصات النظرية التخصصات النظرية استطيعون التقديم على كل البرامج هذه سواء البرنامج العام البرنامج الأبحاث الدعم البحوث غير الممولة المجموعات البحثية لكن كل المطلوب من الجميع أنه ينشر في القواعد البيانات اللي حددتها العمادة I wish the presentation was in English language online تسنيم I understand this and if you really want to have the English version of this presentation I may have sometimes converted into English and send it back to you at the end I'll send you my email so if you have like any questions or something you can email me السلام عليكم هل ممكن نصلي ونعود دكتور أحمد الله يكتب أجرك أنا الآن خلصنا وكلامك في محلة وصلى الله سبحانه وتعالى الله يتقبل من الجميع هل من الممكن أن يكون أحد البحثين المشاركين بالبرنامج العام من خارج الجامعة ممكن أن يكون على هيئة مستشار استاذي هشام صالح سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى two papers in six months I know I know it's it's challenging and you you do your stuff in six months if you need extension we welcome you to do the extension we're not saying it's a limited by six months I know if you send your publication or manuscript to a journal then you may wait for four months and then you will get rejected I know I know but the deanship understands this and if you need more time it's okay we can give you more time هل التمويل للنشر فقط أنا أتوقع السادي مستور إذا تقصد المشروع الغير الممول المكافآت البحوث غير الممول نعم لازم يكون البحث منشور مقبول للنشر لا لازم يكون منشور علشان تحصل على 3000 ريال من مشروع البحوث غير الممولة إذا فهم سؤالك هل هناك مقابلات لتسأل من هذه المشروع؟ حسنا لا يوجد مقابلات لتسأل مقابلات لتقديم هل هناك موعد للتقديم طبعا فيه نعم موعد للتقديم للبرامج العامة للبرنامج العام وغير الممول أما المجموعة البحثية لا يوجد موعد للتقديم أي وقت مفتوح سيدة طلبة سوى سوى سيئة أو سكوبا سوى سيئة سوى سوى سيئة دهماد سيئة 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 يجب أن يكون ISI للمجاعدة الأنساء و للمجاعدة الأنساء و للمجاعدة الأنساء سواء في البرنامج العام أو المجموعات أو الغير الممول أربعين في مليه و ليس أربعين ألف ما أدري إذا قلت أربعين ألف إذا تقصد التمويل عند توقيع العقد نعطيك أربعين في المئة يعني مثلا لو التمويل حقك مئة ألف نعطيك أربعين ألف لو التمويل أقل أكيد بيكون أقل أربعين في المئة من المبلغ اللي منصوص عليه في العقد هل بحثين أكون فيهم باحث رئيسي وهل كل بحث له ما يعادل ثلاثين ألف أوكي في نقطة شكرا 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 مليون أستاتي ونا على النقطة هذه طبعا أنا لم أذكر لكم إنه لك فقط خيارين في كل مشروع مثلا لو قدمت على المشروع البحثي العام ممكن تكون كو بي آي وفي مشروع ثاني كو بي آي هذا الخيار الأول الخيار الثاني ممكن تكون في مشروع بي آي وفي مشروع ثاني كو بي آي اثنين كو بي آي لا عندي عندي حالة استثناء راح اقولها في نهاية الجلسة إن شاء الله وهل كل بحث لو ما يعادل ثلاثين ألف نعم كل بحث مستقل إذا كان في التخصصات النظرية أقصى حد ثلاثين ألف قد يطلب البحث ثلاثين ألف لكن بيكون قد يكون أقل من ذلك أوكي أنا ماشي معاكم وعليكم السلام هل هناك فترة معينة أو وقت للتقديم نعم أستاذة أو دكتورة رحاب يوجد وقت للتقديم أما المجموعات البحثية فوقتها مفتوح هل ينفع يبقى فيه باحث مشارك على البحث من جامعة في مصر لما يكون في المجموعات البحثية على الرحب والسعة على الرحب والسعة في المجموعات البحثية ممكن يكون مستشار في البرنامج العام من خارج الجامعة أما باحث مشارك في مصر في البرنامج العام لhr اس ما هو مبلغ التمويل المجموعات الصغيرة طبعاً قلنا الحد الأعلى دكتورة هشام الحد الأعلى للمجموعة صغيرة مئة ألف لكل التخصصات أوكي صلاة العيشة الله أعطيك العافية أستاذي أمين أوكي الرجاء ارسال العرض إن شاء الله بإذن الله حط إيميلي بلخير وإن شاء الله بإذن الله أرسلكم كل العرض منذ متى يتم تطبيق هذه المكافأة ما أعرف هل تقصدين ببرنامج الأستاذة أو الدكتورة نجوة هل تقصدين المكافأة لأي مشروع بالنسبة للمشروع العام من توقيع الفترة من توقيع العقد إلى ستة شهور هذه كلها مكافأات طبعاً أكثر من كذا لا أوكي هل النشر في قواعد البيانات المذكورة يؤهلوني لمكافأات وكذلك للترقية طبعاً نعم يعني فرصة بالذات اللي يبغون يترقون ويدخلوا مجموعات بحثية طبعاً فرصة الترقية طبعاً مقبولة لأن الترقية بتكون في قواعد بيانات تنطبق عليها معايير المجلس العلمي هنا في الجامعة غالباً يعني هل هناك مكافأات لبراءات الاختراع؟ طبعاً براءات الاختراع طبعاً نشترك مع مركز موهبة طبعاً هم قائمين عليها براءات الاختراع عندنا جوائز اللي ما تكلمت عنها هذا اليوم جوائز البحث العلمي واحدة من الجوائز هذه مخصصة لبراءات الاختراع وستدشن إن شاء الله هذه السنة بحول الله for this non-funded research the KKU affiliation should be first author or second author they said it should be first author okay what about college of languages and translation in which journals we have to publish okay so you still have within the what do you call the education and management and humanities range you will find it some some guys from the languages and translation they publish as a ISI so so we prefer ISI but if you do wanna do you can stick to the non science journals السلام عليكم سبق أن تقدمت ببحث في العلوم الإنسانية هو لم يتم قبوله ما هي الشروط التي يجب توفرها في هذا البحث قد يكون طبعاً أحب أذكر الله أعطيكم العافية إنه البحوث هنا أول ما نصلها أول ما تصلنا هنا في العمادة من الباحثين يتم فرزها فنياً أنه الباحث عبر الابليكيشن فورم بالشكل المطلوب بعدين يتم إرسالها إلى محكم بعدين لما ترجع البروبوزات من المحكمين نأخذ بالدرجات يعني لو الميزانية عندنا قليلة جداً نأخذ البحث اللي درجته من 95 فما فوق مثلاً أوكي لو كان عندي الميزانية وافرة جداً لا أخفض النسبة أخليها مثلاً من 50 عشان أخذ أقل عدد قد يكون بحثك دكتورتي صفية يعني وصل التوب ممكن إذا أخذنا ب92 تخيله لو بحثك جايب 91 فقد لا يكون دخل في ثنية النسبة البحث في حرف They give me the contact number, of course, inshallah, at the end I'll do this, inshallah. If any research is carried out without funds, you still need money to publish in the recommended journals. Some journals ask for publication fees, some of them not. So that's why we're running the program prizes for the non-funding research. نحن نعرف أننا نعرف تلك الناس الذين يتعالون لهم لتعالج المتعلقات لذلك نحن نقلت 3,000 ريال ممتازة، شكرا جزيلا شكرا جزيلا الله أعطيكم العافية ما تسمع بالتقديم البرنامج البحث العام البرنامج البحث العام إن شاء الله سوف يتم الإعلان عنه إن شاء الله خلال الشهر القادم أو الذي يليه ستصلكم إن شاء الله من العمادة رسالة بإذن الله للجميع تحفزهم أنهم يحصلون ممتازة العرضة الممكن نحصل عليه تامرون أمر أخواني وأخواتي كنا نطمع في أن تقوم العمادة مشكورة من خلال خبرات أعضائها الأكارم بإعداد قائمة بالمجلات العربية المصنبة حتى يتسمى لنا الوصول إليها بسهولة دكتور جهاب الدين لا تقلق يا صاحبي إن شاء الله بإذن الله خلال الفترة القادمة رح يكون فيه لستة إن شاء الله لكل قواعد البيانات اللي استعرضناها ما عدا جوجل سكولر طبعا جوجل سكولر لا يصنف على إنه قاعدة بيانات أكثر منه يعني محرك بحث شكرا جزيلا بالنسبة للمحكمين ما هي شروط واجب توفرها ومن يختارهم وما العائد بالنسبة للمحكم أولا أنت بالخيار تختار من تشاء وبعدين ترجع للعمادة هل إننا نختار عندنا برضو قائمة يعني أنشأناها يعني مو شرط اللي تختارهم هم اللي راح يحكمون لا أبدا لكن لماذا العمادة تبعل هذا الشيء بعض التخصصاتكم أساتذتي نادرة جدا أو يصعب علينا أن نجد الشخص المحكم اللي يناسب أو يقدر يحكم موضوعكم فلا نجد لذلك نرجع للقائمة اللي أنتوا أعطيتونا المحكم يأخذ خمسمائة ريال على كل مشروع يحكمه على كل مقترح يحكمه يأخذ خمسمائة ريال Thank you so much for useful information هل من الممكن إرسال العرض على الرحب والسيعة إن شاء الله متى يسمع بالتقديم من البرنامج البحثي العام إن شاء الله انتظرونا الشهر القادم أو اللي بعده سيتم الإعلان كمعيد هل أستطيع بأن أنشر بحوث نعم تستطيع أن تكون ضمن فريق بحفي إما في المشروع البحثي العام أو المجموعات البحثية لك مكان وأهلا بك لماذا تم استثناء بيسكو من المجموعات البحثية دكتور محمد خصاونا هذه نقشت فيها العميد وقد تعود والفارق اللي بينه بينكم الدليل الإجرائي اللي إن شاء الله سيحدث خلال يومين الجايين إن شاء الله على موقع العمادة الأبحاث الممولة عن أي عام الآن شغالين إننا على أبحاث 2018 ونفتح تقريباً البرنامج هذا ثلاث مرات في السنة مثلاً من شهر واحد ميلادي إلى شهر أربعة مثلاً من أربعة إلى ستة من ستة إلى ثناش وهكذا أوكي هل الدورة مسجلة ممكن إرسال على الإيميلات دكتور صباح أتوقع الأخ حسين مشكوراً موجود معنا وقد يجيب على هذا التساؤل هل في تقديم للعنوان أو الخطة في البدء؟ دكتور ماجدة عبد الله هل في تقديم للعنوان أو الخطة في البدء؟ أعتداري لكي دكتورة ماجدة رح أرسل إيميلي أو وسيلة للتصال لو تتصلين عليه لأنني ما فهمت السؤال Science cited index expanded. What is it exactly? That's دكتور أمين سويد Yes, we are talking about analytical or claribate analytics It's a kind of database where journals with high quality or impacted So if you want an example just send me an email I'll explain it to you in details chính成fal جار الله والزميل للإحسين الذورة تجدون به ل effort pod'd in sha Allah هل يسمح في المجمعات البحثية من الخارج؟ المجموعات البحثية نحتاج فقط الباحث الرئيس من الجامع باقي الفريق لو كان من خارج الجامعة الملك خالد لا بأس سبب جداً يا مبيا المشكلة سبب ندوهب بيهدد美اجات لتأكيد الحديث في حكم مبيع قوائلات سبب ندوهب بيهدد بيهدد سبب فضب ندوهب بيهدد حكم مبيع قوائلات ترجمة نانسي قرار نجاح ترجمة نانسي قد تشهر في السعودة من ناجحة للحوال تحرير من حيث عن بقراره مرحباً تماماً ترجمة نانسي قرارة فعلاً لكي ترجمة نانسي قرارة جميعًا تحرير المؤسسسي قرارة ترجمة نانسي قرارة this for you and make it clear for you as well. هل شكرا لكم على الأسئلانة خلاص يعني وصلت إلى مرحلة الإغماء هل ممكن أن تكون الأبحاث منشورة في مجلات مصنفة وليست ISI طبعا دكتور طارق يس ممكن تكون مصنفة وليست ISI نعم طبعا مثلا في سكوبس سكوبس ليس كل اللي موجود في ISI مصنف وكل حاجة لكن مو ISI أكبر دليل سكوبس يعني مو كل اللي فيه ISI فيه ISI وفيه غيره بحكم أني دخلت متأخر هل ممكن أحصل على المحاضرة of course يا أخ محمد السلام عليكم هل ممكن لاشتراك في مجموعة بحثية وبحث عام في آن واحد نعم تستطيع أن يكون عندك مشروع بحثي عام ومجموعة بحثية في نفس الوقت لا مشكلة دكتور عشر منشورات شي مستحيل دكتورة أمل أنا عارف أنا بالنسبة لتخصصي أنا شغال على الأمراض الوراثية شغال تخصي وراثة جزائية فبالنسبة لي عشر أبحاث مستحيل إلا ما شاء الله لكن كمجموعة لا ممكن هل إذا تم النشط في مجلة كلية التربية بجامعة سهاج بعد نشر ISI ليس ISI لكن هذا تبع قاعدة البيانات دي او اي جي دي او اي جي دي او دي او اي جي I know I know it is two ISI is tedious I know I know I know نوران I know دكتور ران I know that ممكن للمشتركة في أكثر هل ممكن مادري اعتماد عجيب ممكن المشاركة في أكثر من برنامج نعم هل العضو من مصر يعتبر مقبولا كعضو أجنبي أم لا لا مقبول كعضو أجنبي مثلا ينفع يكون مستشار وينفع يكون كو بي آي في المجموعات البحثية we need the presentation under your name ما في أي مشكلة أبشره إن شاء الله I'll be at the end sending you the email إن شاء الله okay and ya Allah okay guys still I have 99 new messages and I have about 30 questions in the question mark oh guys that's so much and thank you so much for your interest in this what am I going to do أخواني العزاء أخواتي العزيزات أنا مادري والله هل نختم الآن وتكتبون بإرسال ملاحظاتكم وأسئلتكم على الإيميل وأنا أرد عليها ولا أكمل أعطوني بس دقيقة وأرجع إن شاء الله لكم بس خلوكم معنا إن شاء الله ثواني بس لو سمحتوا okay I'll take some more questions and stop okay I'll take some more questions and stop أخواني فإلى الآن إن شاء الله تسعى الجامعة إنها ستكون بإذن الله قريبا لكن على حد علمي القاصر ليست ما أدري لكن خلونا أقول ما أعرف لأني ما أعرف لأنه آخر مرة كان قبل كم شهر قد يكون الموضوع سار في تحديث وضمت هل يمول البحث الفردي نعم ممكن يكون فقط باحد واحد على المشروع العام فقط أما المجموعات البحثية لازم أكثر من واحد حسب ما ذكرنا أرجو من سعادتكم إعادة الندوة مرة أخرى في وقت لاحق لأنه لم نتمكن من دخول مبكرا إن شاء الله بما أنها مسجلة فالأستاذ محمد والأستاذ حسين إن شاء الله ستكون موجودة على إدارة علم الإلكتروني الأخت نور القحطاني على الرحب والسعة أكي يا الله ستكون لدينا أخرى أكي لنفعل هذا أكي أنه ينتهي الى الثالث أكي أنت مسألة أكي إن شاء الله أكي أن أغمان بكل موجودة أكي أن تكون سألوى through the email just please email me your inquiries or if you have any doubt I'll do my best inshallah to answer all your questions at the end I would like to thank you all for presenting for attending this evening event thank you so much for you guys and girls and we'd like to thank the deanship of what do e-learning thank you so much for you Muhammad thank you so much for your Hussain thank you much to Ziba and the deanship group I know it for me it's really hard ya Allah to answer a hundred question I'm not sure if the 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 guys from the e-learning still patience I can go further otherwise this is the the end of the workshop I'll make a call and come back to you whether we're going to continue or stop here so while I'm doing this call some journals are present in Scopus and ISI database but if I will check on Clarivate Analytics it's not presented yes sometimes this could could happen yes then I thought it's because of impact factor less than yes and exactly sometimes this the impact factor is just this came a second I say you 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 إذا باري تدير جداً ما رأيك. نغتن. خلص. خلص أكثر وأنسخ الأسئلة. خلص. هم يرسلون. حسناً. 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 أخبركم العافية جميعاً. أقدر والله الوقت اللي قضيتوه. وأقدر والله اهتمامكم وأسئلتكم اللي فقت الآن. مية وخمس وعشرين، مية وسبع وشرين سؤال الآن. وأقدر وقت الزملاء به عمادة التعلم الإلكتروني. ألف ألف شكر للأخوان ولي عمادة التعلم الإلكتروني على دعمهم من قطع النظير. أخص بالذكر الأستاذ محمد جار الله والأستاذ حسين. الله أعطيكم العافية على جهودكم ونفع الله بكم. أخواني وأخواتي الباحثات، الآن أكتب الإيميل إن شاء الله. وأسعد بتواصلكم. أكيد مية وسبع وشرين سؤال لو وصلت لي آن واحد قد أتأخر في الرد. لكن إن شاء الله بإذن الله خلال الأسبوع القادم لعلي أكون رديت على كلها. وأفضل وسيلة الاتصال لو ما تحب من طريقة الاتصال تحويلتي تسعة تسعة خمسة تسعة. مكتب وكيل التطوير والجودة بعمادة البحث العلمي. لعل إن شاء الله بإذن الله أرد شيء على الإيميل وشيء بالاتصال. شكراً لكم جميعاً. أسعدتنا هذا المساء الجميل. شكراً دكتورة زهبة. شكراً مستشاري العمادة. شكراً عميد البحث العلمي والزملاء الأكارم وكلاء العمادة. ألف شكر لكم جميعاً. وإعذرونا إذا في تقصير فنعتذر منكم. فالكمال لله سبحانه وتعالى في عمادة البحث العلمي. نستقبل أسئلتكم ونتوقي إلى تطلعاتكم. نحن منكم ولكم. هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. وهذا تفضل الإيميل الآن أرسلكم إن شاء الله على خير. شكراً. شكراً. طيب استأذنكم بالخروج قد لا أتمكن من استعراض كل أسئلتكم والرد عليها استأذنكم بالخروج واعتذر منكم جميعا وسامحونا على التقصير إخواني واخواتي ولعنى إن شاء الله نلتقي بكم في دورة قريبة إن شاء الله بإذن الله خلال الأسبوع أو أقل أو الأسابيع القادمة أرشك لكم جميعا والسلام عليكم اشتركوا في القناة